الحمد لله لا تتحسر على ذهاب العافية لا تتحسر على ذهاب الشباب لا تتحسر على ذهاب المال فكل هذا وقع بإرادة الله البعض إذا شاف في المرآة وشاف الشيب قد اشتعل رأسه به ضرب كفا على كف وتمنى عودة الشباب ألا ليت الشباب يعود يوما يا أخي خيركم من طال عمره وحسن عمله إذا رأى الناس اشتروا في مخططه ما اشتر معهم وارتفع المخطط وهو ما ليس معهم تندم وتحسر إذا شاف الأمراض غزت بدنه ورأى الناس في قوة ضج بالأنين على ما فات من عافية يا أخي ارض بقضاء الله تكون أسعد الناس كل ما فوق الأرض بقضائه وقدره لك عند النعماء عبادة وهي شكر الله عند الضراء إن حلت أن تحمد الله وأن تصبر على البلاء لذلك لا تتحسر على ذاهب حتى تكون مطمئنا فالحسرات تزيد الألم آلاما والرضا يقلب الألم بلسما ودواء أستودعك الله اشتركوا في القناة